قلنا نشوف بعض الأمثلة متى الاحتجاجات هذا في العاصمة ترجون هذا وقفة احتجاجية لأعوال الوقاية والأمن دي اس بي أمام مقر الشركة بالعاصمة مطالبة طبيعة الحال مطالبة دائما بأشياء مادية مساكنة يعني وأحيانا مهنية وتأمين على الحياة الآخر يعانوا معاناة شديدة هذا واحتجاج عمال عقود ما قبل التشغيل في البويرة المطالبة بالإدماج وفق الشهادات لا تنزيد دواري لا تنزيد دواري عايزي مثلام الحديث عايزي مثلام الحديث إطارات شهادات إطارات شهادات تحت ظل الإدارات تحت ظل الإدارات إطارات شهادات إطارات شهادات تحت ظل الإدارات تحت ظل الإدارات هنا قبل الجمعي طبعا هذا عقود ما قبل التشغيل نرى هم بمئات الألف أصبح قضية الجزائر في السبعينات والثمانينات برغم أن كنا خارجين من استعمار مدمر لكن حقيقة أنه مثلا ما يعرف بالبيت البيرو انترناسيول الطرافاي بنكتب الدولي للعمل كان يشيت حقيقة وبالفعل يعني وكنا عيشناها بأن الجزائر كانت متقدمة مقارنة من دول العالم الثالث في حماية العمال في التأمين للعمال في أشياء كثيرة صحيح كانت مازال تبقى متخلفة لكنها كانت هناك إرادة حقيقية في محاولة الدفاع عن العمال وعن المسحوقين هذون العمال هما دائما هما من الطبقة المستضعفة طبعا اليوم أصبح أكثر منهم اللي هو بدون عمل أصبح أشد استضعافاً وأشد قهرياً لكن اليوم مئات الآلاف من الناس يشتغلون بعقود هشة عقود يسموها عقود ما قبل التشغيل أو بعقود محدودة مما يمنع عليهم أشياء حقوق كثيرة جداً مئات الآلاف من العمال الجزائرين بدون تأمينات مرات يموت لواحد منهم ما فيش تأمين ويخلي أسرة ويخلي أولاد أو يخلي والدين ولو ما كانش تعويض يحاول في مرور أو في حاول عمل على استثناءات قليلة أصبح العدد الهائل القطاع الخاص والقطاع العام من العمال الجزائرين بدون تأمين بدون عقود دائما بدخل ضعيف ويزداد ضعفاً مع التضخم مما يدفع الكثيرين أنهم أصلاً ما يخدموش أو يخدمو بطريقة سيئة أو هما أيضاً يصبح يصبح هذا ما نش قادر حتى نجدد ما نش قادر حتى نكمل الشهر باش ناكل ونشرب كثيرين اللي يروح الدخل انتاحهم في الترانسبور وفي الصندويتشات في حين أن هناك من ينهب ويستمر في النهب ويحصل على المليارات بدون حساب روح لأغلبية القوضات اليوم تجدهم يجيهم شكارة كين قوضات اللي هو المفروض يدي عشر ملايين أو اثناش مليون في الشهر لكن عنده فيلا تسوى عشرين مليار وعنده سيارات تسوى ثمانمائة مليون هذا فقط لما نشوفه حاجة واحدة وعنده في الخارج وعنده في اسبانيا كذلك الوضع بالنسبة للولاد كذلك الوضع بالنسبة للوزراء والأمانة العامون في الوزرات والجنيرالات وكثير من العقادات المخابرات بشكل خاص هذا هو الوضع طبقاً طبقاً استولت بالنهب والرشاوي على كل إمكانيات البلاد وأغلبية تزداد العقادات المعطلين والمفقرين والبطالين ويزداد الوضع ويزداد الوضع كيف بأي منطق لا نتوقع انفجار كبير بأي منطق فرصة الحراك اللي ما سمعوا لهاش واللي كان حراك وسيستمر بإذن الله حراك سلمي حضاري أبهر العالم راح يستبدل على الأرجح بثورة جياع قد تؤدي لكوارث البلاد لكن الناس ما عندهش خيار عندما الناس توصل إلى الجوع إضافة إلى الحقرة إضافة إلى القهر إضافة إلى مشاكل السكن مشاكل الطرقات مشاكل اللأمن خلاص الناس بعد لازم تبحث عن حل والحل يكون في الغالب ولذلك هذه العصابة سوى بإرادتها أو بدون تدفع إلى الفوضى هذا أيضا عمال بولاية سعيدة عمال بمصنع الإسمنت بلحساسنا ست一直ك Hoch inflamm ضعوية حساب للحق zte ونحب 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 وني كنا السيد رجعنا لحكم الخمامسة نتاع الكولون رجعنا لحكم الخماسة اللي كانوا دايرين الجزائريين الخماس اللي ما يعرفش هذي وشنوه هو انه كان الكولون يجيب الجزائري يشتغل عنده ويعطيله الخمس في الفلاح يعني صحاب الكولون هذو طبعا المحظوظين لان الكثيرين كانوا يخدموهم ببضع فرنكات يعني بارك باش يعاودوا للخبز لكن المحظوظين كانوا يعطولو يدي الكولون 80% من الفلاحة هو ما يخدمش هو عنده الاراضي وعنده الزراعة والجزائريين يقسم عليهم 20% من مداخل المحصولة رنى اسوأ في بعض الحالات رنى اسوأ من زمن الكولون من ناحيتين من ناحية اجتداد الحقرة وتجويع الشعب وتجويع العمال وإضعافهم ومن ناحية اخرى ان الكولون على الاقل على الاقل اذا ما استضعفوا البلاد الشعب كانوا يحبوا البلاد وخدموا البلاد وكانوا يصدروا هؤلاء التصدير هو بيترول وغاز من تحت الارض هذا ما كان وأحياناً خمور وتمور اللي هي أيضاً يعني حتى التمور هاكم تشوفوا يعني كارثة لقاهم مستعملين البستيسيد المواد الكيميوية هذه أكثر مما يجب هاي منعت في فرنسا ومنعت في الولايات المتحدة ومنعت تقريباً في كل دول غربية وسيتضرر بشكل فادح كل الناس اللي عندهم تجارة التمور للخارج بشكل خاص روح ربما يستفيدوا منها شوية الناس لأن حتى التمر أصبح صعب للناس في الداخل